ما أشبه ما يحدث الآن في صنعاء وعداً ببارحة ما جرى زمن الاستعمار مشروعان وهدف واحد إعادة اليمن إلى الوراء المتحدث هنا رئيس الجمهورية الذي اتهم إيران بدعم مشروعي الانقلاب والانفصال متعهداً لشعبه بعدم السماح لهما بإعادة اليمن إلى نقطة الصفر أننا في هذا اليوم نتذكر ما أشبه الليلة بالبارحة ما يحدث في صنعاء لأن عادل الحوثي ويريد أن يعودنا إلى نقطة الصفر وهناك من هواء في نفس الوضع في المحافظات الجنوبية يريد أن يقيدنا على نفس الوضع الرئيس هادي في كلمته التي ألقها بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر قال إن هناك من يريد أن يقود الجنوب إلى نفس وضع ما قبل استقلاله عن بريطانيا مؤكدا أنه لن يسمح بذلك مصرا على أنه لا حل لليمن سوى يمن اتحادي وفق مخرجات الحوار الوطني يا أبناء الشعب اليمني أنني أناشدكم بأن مخرجات الحوار الوطني هي المقرج الوحيد لمستقبلكم وأمنكم ونضالكم القوى السياسية المؤيدة لشرعية بدت متفقة على خطورة انحراف الصراع من أجل السعادة الدولة إلى حرب أهلية يقاتل فيها الجميع ضد الجميع داعية في بيان لها بمناسبة أكتوبر إلى توحيد المعركة الوطنية ضد الانقلاب موضحة بأن الحل يبدأ من صياغة رؤية واضحة للعلاقة بين الشرعية والتحالف تضمن الحفاظ على السيادة الوطنية وتوحد القوات المسلحة وتصبح فيها المناطق المحررة تحت إدارة الحكومة لكن هل تصل رسالة الشرعية والأحزاب إلى الرياضي وأبوظبي؟ الوقاع لا تشير إلى ذلك فالمجلس الانتقالي الجنوبي ظهر وفق مراقبين فاقدا لبوصلة المستقبل ففي الوقت الذي يحتفل فيه باستقلال الجنوب من الاستعمار البريطاني يحتفي بقبول الوصاية الإماراتية والسعودية مما ينذر باستمرار فوضى التحالف التي لن يستفيد منها سوى إيران كما حذر الرئيس هادي